إذن صدرت نتائج بيت التمويل الكويتي والتي أظهرت نمواً إيجابياً بنحو 14 في المئة صدور هذا النتائج ترافق أيضاً مع خبر موافقة بيت التمويل الكويتي على بيع حصتها في مجموعة عارف الاستثمارية وإن لم يتضح بعد من هي الجهة المشتركة وقيمة هذه الصفقة ولكن دعونا نلقي نظرة على أداء بيت التمويل الكويتي في النصف الأول بالنسبة لإرادات بيتك في النصف الأول طبعاً كان في أيضاً نمو إيجابي بالإرادات في النصف الأول من هذه السنة بواقع 322 مليون دينار بشكل أساسي بدعم من إرادات التمويل كان هناك زيادة عن ما حققته في النصف الأول بشكل نحو 300 مليون دينار كويتي بالنسبة للأرباح وهذه هي الأرباح الجديدة التي صدرت والتي قلنا بأنها نمت بنسبة 14 في المئة لتسجل 71 مليون دينار كويتي بفرق عن النصف الأول من العام الماضي الذي تجاوزت بقليل 62 مليون دينار كويتي بالنسبة للعوامل التي دعمت أرباح بيت التمويل الكويتي في النصف الأول هي بشكل أساسي نمو الإرادات التشغيلية بنسبة 5 في المئة أيضاً من العوامل التي تعمت نمو هذه الأرباح بنسبة 14 في المئة هي انخفاض قيمة المخصصات بنسبة 16 في المئة وطبعاً انخفاض المصاريف الإجمالية بنسبة 4 في المئة بالنسبة الآن إلى أصول بيتك في النصف الأول التغيير كان هناك تراجع بنسبة 3 في المئة التراجع بشكل أساسي هو بسبب موضوع مجموعة عارف تصنيف أصول تابعة لمجموعة عارف أصول محتفظ بها للبيع تم تحييزها على جنب للبيع ب356 مليون دينار واحتساب قيمة الالتزامات لعمليات التخارج بقيمة 174 مليون دينار وهذا ما أدى إلى تراجع في أصول بيت التمويل الكويتي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 17 مليار دينار كويتي بالنسبة لتمويلات بيت التمويل الكويتي في النصف الأول طبعاً كان هناك نمو إيجابي بنسبة 2 في المئة وصولاً إلى النصف الأول من هذا السنة بنحو أكثر يعني 8 مليارات و450 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية والتي كانت عند حدود 8 مليارات و270 مليون دينار كويتي الآن ودائع بيتك في النصف الأول إذن التغيير كان الودائع بنسبة 26 في المئة نمو في النصف الأول من هذا السنة إلى 14 مليار و100 مليون دينار كويتي مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 والذي سجل 11 مليار و 200 مليون دينار كويتي الآن من هي مجموعة عارف الاستثمارية ونحن قلنا بأنه طبعا بيت التمويل الكويتي قد قال بأنه سيبيح حصته في مجموعة عارف من هي مجموعة عارف الاستثمارية هي مجموعة تأسست في الكويت عام 1975 وأيضا هي أدرجت في بورصة الكويت عام 1998 وشطبت من بورصة الكويت بعد مشاكل عدة وجهتها في عام 2012 وطبعا رأس مال الشركة مجموعة عارف كان 22 مليون دينار كويتي من هم ملاك مجموعة عارف الاستثمارية بيت التمويل الكويتي الذي يقول بأنه سيبيح حصته في مجموعة عارف يمتلك أكثر من 53% من هذه المجموعة التأمينات تمتلك التأمينات الكويتية وهي أيضا من المؤسسات المهمة والفاعلة في الكويت تمتلك 17% وهناك مجموعة وشركات أخرى تمتلك النسبة المتبقية بالنسبة لأنشطة مجموعة عارف الاستثمارية لديها أنشطة متوسعة في مجالات مختلفة أولا الاستثمار والخدمات المصرفية العقارات التعليم والصحة الخدمات اللوجستية التكنولوجيا وبالتالي هي عاملة في عدة قطاعات واعدة وقضاعات مجدية بالنسبة الآن تحديدا لمحطات بيع مجموعة عارف الاستثمارية وصولا إلى هذه المرحلة وإعلان بيت التمويل الكويتي عن رغبته وعن موفقته على بيع حصته في هذه المجموعة أولا في فبراير من العام 2016 كنا قد سمعنا بمجموعة متسميرين تتقدم بعرض للاستحواذ على هذه المجموعة لم يصل هذا الموضوع إلى أي أمر ومن ثم في مارس من العام 2016 بيت التمويل الكويتي يدرس إمكانيات بيع حصته في المجموعة وكان قد توجه بكتاب إلى السوق المالي أعلن فيه عن هذا الأمر وأعلن عن تلقيه عرض للاستحواذ على مجموعة عارف ولكن لم تصل الأمور إلى المنتهى في هذا الموضوع والآن وصولا إلى الوقت الحالي بيت التمويل يوافق على عرض حصته في المجموعة للبيع كما قلت قيمة الصفقة المشتري المستثمرين تحالف مشتر واحد حتى الآن لم تتضح الصورة إذن كان هذا عرض صريع لأداء بنك التمويل الكويتي ولقراره ببيع حصته في مجموعة عارف الاستثمارية